أحياناً بيكون في كلام يحتاج إن إحنا نفهم فلسفته وفكرته أو نرد عليه ونوضح للناس ليه هو غلط زي اللي قاله كابتن أحمد حسام ميدو في مدخلة مع مدرب الهلال السوداني نطلع ونسمع الفيديو شكراً لك وشكراً لك وشكراً لك شكراً لك وشكراً لك وشكراً لك وحاولت أن تكسب الأهلي ده كان كلام خواو موتا المدير الفاني للهلال السوداني يعني حاول تروح وتكسب النادي الأهلي وبعد ما المدخلة خلصت وبعد ما مدرب الهلال السوداني أكيد خد انطباع النميدو بيقول كده عشان هو لاعب سابق في نادي الزمالك او عشان هو مش حابب النادي الاهلي او ما بيشجعش النادي الاهلي فكان كلام ميدو في الاخر هزرت معه وقلت له كذا طبعا الراجل كان قفل وراجل خدر لانطباع هو هل من الممكن ان انت تجيب هنا بعيدا عن انت توقعاتك انتماءاتك كل ده هل من الممكن ان احنا نادي الزمالك يكون عندهم واجهة مع الوداد ونجيب مدرب الوداد هنا وهنا قنافة قوية وتيجي تقول له يا ريت تكسب نادي الزمالك هل ده ممكن يحصل على الهواء اتفهم ان انت كمشجع او انت كراجل منتمل الزمالك وشايف منافسة بين الفريقين في البطولة او شايف في عدد البطولات تتكلم وتقول على اكاونتك الشخصي او حسابك الشخصي حتى ان انت رغباتك الشخصية انما على شاشة مفترض فيها ان هي غير فقوية ما عنديش اي مبرر لا على سبيل الهزار ولا غير الهزار ان نجيب مدرب قبل المباراة وقول له اتمنى ان انت تروح تكسب النادي الاهلي لو عايز تشجع على حسابك الشخصي لو عايز تشتغل اعلام فقوي اشتغلوا في قناة فقوية وان كان كمان في حدود للي ممكن يتقال في القناة الفقوية واحنا هنا بدورنا فاهمين ده كويس جدا احنا مستحيل نتعرض لحاجة زي كده ومستحيل نجيب مدير فني لفريق منافس لنادي الزمالك في موجه ونسأل السؤال ده او حتى نقول له يعني حاول تفوز على نادي الزمالك لان حتى عقليتنا لو اتكلمنا حتى في التشجيع احنا دايما بنبحث عن الهد وهد احنا اللي نقدر نفوز واحنا اللي نقدر نحق النتائج ما ننتظرش نتائج من الاخرين لكن انا هاخد الموضوع على سبيل هاختلف سيكة معك واخد بالك هناخده على سبيل الهزار تمام خليه بيهزر ويطلع والله جماعة انا كنت بهزر حتى انتم مش شايفين انا كنت بدحك قد ايه طب تعالوا نشوف الفيديو ده وعشان نفهم التوجه ده اصلا توجه هزار ولا توجه يعني احد لعبين سابقين بينفذ فكرة معينة هو مؤمن بيها لصالح فريق واحد فقط لغير على قناة محايدة نشوف الفيديو ونرجع نعقل لو الزمالك ماخدش بالو من الكلام ده قدام سموحها مش يعرف يكسب لو الزمالك دخل الماتش بالعقلية اللي دخل بيها ماتش بترو اتلتكو مش يعرف يكسب لازم تبقى اللعيبة داخلة مركزة داخلة مركزة كويس لو عايز ان هو ايه ان هو ينافس على الدوري جبولي بقى جدول الترتيب عشان فيه نقطة مهمين جدا عايز اكلمكوا فيهم ده جدول الترتيب يا جماعة لعبت الزمالك لازم تفهم كويس قوي ان هي مش بعيدة عن المنافسة ده انت الفرق بينك وبين المتصدر لو كسب الماتش المتأجل بتاعها وثلاث نقطة انت لسه في الجيم اخسرت ضيعت نقطة يعني اي كلام كان ممكن ان انت تبقى عادي جدا تبقى النقط دي معاك دلوقتي ويبقى موقفك احسن لكن لسه انت لسه تلعب في الاسبوع التاسع لسه تلت الدوري مخلص ولازم الجدول ده يتحط بكرة لعبت الزمالك يتحط بكرة لعبت الزمالك عشان لازم يأمنوا ان هم لسه في المنافسة لسه في المنافسة وده مهم ده نمرة واحد نمرة اتنين اسمعوا بقى الكلام اللي انا اقوله لكم دايما هيتصدر لك فكرة ان المنافس المباشر بتاعك في حتة بعيدة ده مش حقيقة هيقول لك طب ما الاهلي ده تالة العالم ده صعب برونزيك كاس عامل الاندية دي حاجة ودي حاجة دي بطولة ودي بطولة واكبر دليل على كده ايه اكبر دليل على كده ايه مين بطل العالم في كاس عامل الاندية مين تشيلسي صح؟ الفرق ما بينه وما بين منشستر سيتي ستاشر نقطة في الدوري ستاشر نقطة ستاشر نقطة منشستر سيتي واخد ستاشر نقطة فوق تشيلسي اهو كيفين تشيلسي التالت سبعة واربعين وايقولوني كام نقطة ستاشر صح؟ اهو ستاشر يعني النهاردة مفيش حاجة اسمها ان انت حد يصدرلك ان اه اه لا ده الاهلي من كوكب اخر ده برونزيت العالم وبتاع مبروك للاهلي وبرافو الاهلي ونرفع القباعة للاهلي والاهلي شرفنا في كتول الكاس عامل الاندية لكن لازم دعيبة الزمالك تاخد بالها من الكلام ده كويس كويس اوي اوي تنبيه هام تنبيه هام اللي حضراتكم سمعتوه مش على شاشة قناة الزمالك لا حبيه اكد تاني اللي حضراتكم سمعتوه من كابتن احمد حسان ميدو مش على شاشة قناة نادي الزمالك يوتيوب لا ده على قناة بنحترمها بالتأكيد وقناة مفترض محايدة وبرنامج المفترض نوع برنامج لكل الاندية وبرنامج بما انه تواجد في قناة محايدة فهو لازم لازم يكتسي برداء الحياد او الموضوعية والتعامل مع الاندية لمن اسكندرية انها اندية في الدور المصري عادي يعني ليه ليه زمالك لازم يكسب سموحة ولو لعب قدام بترو أتلتك وزي ما لعب قدام سموحة ويتكلم عن ان سموحة ملاش اي طموحات وسموحة اصلا في الجدول اللي تم عرضه وقتا رابع الجدول طب ليه ما نتكلمش عن سموحة ونقول ان سموحة ايضا لازم يكون لطموحات انه يتواجد في المربع الزهبي من اجل مشاركة افريقية كان قريب منها الفترة او الدور اللي فات وما قدرش فياخد باله الدور ده حتى لو هتكلم عن نادي الزمالك لا الكلام فقط اللي غير عن نادي الزمالك ماشي سموحة يعني يعني الله يعانهم يعني على الفيديو لكن هروح للنادي الاهلي كمان طب هروح للأمانة يعني عشان يحسب له انه قال لنا مبروك في السكة انا كنا بنستنى مبروك في السكة كابتان احمد حسان ميدو قال لنا مبروك في السكة وانجاز كواس والناس اللي قال لي شاطرين فشكرا انه ايه في وسط الكلام قال لنا مبروك على البرونزية لكن فكرة انه انت تصدر ان يعني ايه النادي الاهلي متصدر والفرق بينك وبينه مباراة وده المنافس وده مش من كوكب اخر وتحاول تحفز لعيب نادي الزمالك على حساب انك تقلل من النادي الاهلي وفكرة انه ده عادي جدا ده لو كسب ايبه فرق تلات نقط ده غير مقبول والله ده غير مقبول في الاعلام المحايد ده غير مقبول في قناة محايدة الفيديو ده لو على قناة نادي الزمالك كنا اقول خلاص يعني هو في النهاية كابت نحن نفس الميلوبي يشجع فريقه ده شيء طبيعي جدا ومن حقه انه هو يقف خلف فريقه ويقول الفريقه اللي هو عايز يقوله انتم الافضل وانتم وانتم لكن فكرة ان انا اتغاضع عن طموحات فريق في الدورة المصري واسموحة ثم انتقل لانجاز النادي الاهلي يا جماعة ده مش من كوكب اخر واضرب مثال بتشيلسي وموقفه في الدورة الانجليزي اعتقد الكلام ده ما ينفعش اتعامل في قناة محايدة من وجهة نظر لا انت كمان اتكلمت في جزئة مهمة بس فيه سؤال اغرب فيها اذا كنت اتكلمت على سموحة طب سموحة مش بينفس على اللقم برامدز وضعه في الجدول افضل من نادي الزمالك ليه زي ما تقال بكل حماس كده الورقة دي تتعلق لعابة الزمالك طب ليه ما تتعلقش لعابة برامدز احنا عايز اجابة واحدة عارف هي لا اجابة واحدة بس اعلامية انك ايه زمالكاوي فقلت الورقة تتعلق في قودة نادي الزمالك مش برامدز زمالكاوي يبقى الكلام ده مفترض ما يحصلش في قناة غير فقوية بالمرة هو ده بقى الفكرة وعشان كده الفيديو ده من الاخر كده مفيش مبرر ليه انت بتتكلم على فكرة زمالكاوية بحتة انت بتتكلم زي ما احنا هنا نيجي نقول الاهل بمنحضر انت هنا بتتكلم في مصلحة نادي الزمالك في الدوري ايه طب برامدز فين مش موجود سموحة زي مؤسما فين مش موجود فإذا الفكرة انا بتكلم كزمالكاوي كزمالكاوي حتى الوضع نفسه في المقارنة ان انا قولي تشيلسي والدوري تشيلسي مش واخد النادي الاهلي 42 دوري مقابل 12 دور فمش ده المعتاد لا وطول عمر الاهلي لما بيفرق او بيركب الجدول الوضع بيختلف تماما فحتى المقارنة نفسها لما تيجي تسقطها على التاريخ الدوري الانجيزي ما فيهوش تشيلسي او النادي الاهلي بدأ اول تسع مواسم بيحقق فيهم دوري عام ويباية الفرق ما حقيتش اللقب فحتى المقارنة نفسها اسقاط تشجيعي تحفيزي لو انت بتعمله الكل الاندية على فكرة هو ليه برضو تفكير اعلامي ممكن يكون بيقولك ايه انا عايز جودة المسابقة عايز كل الفرق تنافس عايز الناس ما تحسش سموحة وبرمتزو كل الفرق هو اجابة واحدة بس ان زم الكاوي فبقولي الكلام عشان الزمالك يبقى الكلام مالوش مجال ابدا في اعلام غير فئوي ومهم جدا اسامة قال حاجة كده البعض يجي يقولك اصلي اميدوا تكلم عن الاهلي بعد كاسا اعمل اندية يا جماعة وقت يعني فكرة ايه وقت الفرح كله بيقولك برافو وحييجي ويحضر ويقعد على البوفيه والواضح يبقى جميل جدا انما انا في القضايا المفصلية وفي الصراعات وفي المشاكل مع اتحادات او غيره هنا انا بحتاج الدور وهنا بيبان التوجه حسم مسابقة فيها تنافس بيبان المعطيات انما قال لي مبروك وانت شاطر طب ما انا شاطر ومبروك بس مش كله بيقول احنا وصلنا الوضع ان الاستثناء بقى هو القاعدة وكأنه يعني يشار إليه بالبنان ولكن تعالوا برضو نشوف لفكرة اخرى يعني الموضوع مش مجرد صدفة عشان ممكن حد يقول طب ده في الحلقة دي بس لا تعالوا نشوف فكرة روح الفانيلا الحمراء فضل يعني لما يكون في حاجة جباية نقول الجباية لان ميدو قبل كده في بينسبورت قبل ما تكون في بينسبورت لما نادل قبل حصل على بطولة القطور قالوا له قول مبروك قالوا مش اقول مبروك فده يعني انت بتتكلم تطور نوعي فانا متفق معاك لو دي الفكرة طبعا متفق معاك ولكن نيجي بقى ونشوف برضو فكرة روح الفانيلا الحمراء ونرجع نعاق لأهدي لما بيركب الدوري ما بينزلش ايه رأيك في المقولة دي دي مقولة زيها زي حاجات كتيرة جدا بعض المسؤولين في النادي الاهلي بيرددوها علشان يدوا أفضلية للأهلي عن منافسي فيش حاجة اسمها ان الفريق بيركب الدوري ما بينزلش زيها زي روح الفانيلا الحمراء لما كان وبقول الكلام ده حقيقة لما الأهلي بيجيب جمف في ديئة 92 و93 يقولك روح الفانيلا الحمراء وروح فانيلا تولاد الأهلي لما الزمالك بيجيب جمف في ديئة 92 و93 ما فيش حد بيكلم عن روح فانيلا الزمالك كل الناس بتقولك ان الزمالك كسب بالحظ زمالك كان ممكن يتعادل بس بالقياس هنلاقي ان ده بيحصل كتير قوي في الأهلي عشان كده طلعت الجملة دي الجملة دي طلعت وبني عليها وبني عليها مواقف كتيرة جدا قدر للأهلي ان هو يفوز في آخر دي الفكرة دي تبنى عليها كتير وبيتقال هو نفسه ميده اللي جاء قالك النادي الأهلي بيقدر يحقق بيقدر يكسب النادي الأهلي عنده ثقة وشرحنا لكم الفيديو والفيديو أشدنا بالكلام ده بفكرة قانون الجذب وليه النادي الأهلي نفسيا بيقدر يعمل ده والمنافس ما بيقدرش يعمل ده ولكن الموضوع على حسب النهاردة القصة رايحة فيه بص هو نفسيا إيه الإيجابيات اللي عند النادي الأهلي ميده يعني واخد قرار لا لازم أحطمها لو انت بتتكلم عن برونزيد كاس العالم وخايف من الجد ولا اكسب سموحها وعندك شلسي مثال لو قالك الأهلي لما يركب الدور يلاقي الكلام ده ما بيحصلش وما تصدقش الكلام ده ومتطنعش به دي شطرة منهم وبيحاولوا يساقوه برغم أن الواقع أو التاريخ بيقول كده إلا الاستثناءات البسيطة لكن أنا عايز ميده بنفسه يحكم على ميده بعد ما سمع التلات فيديوهات اللي فاته دول ويحكم عليه لما كان بيقدم عهد أنه هو هيقدم إعلام مختلف في الفيديو اللي احنا هنسمعه ده شوف الفيديو أنت راضي عن الكلام اللي أنت قلته في الفيديو الأخير ده أن أنت مش شغال في قناة الزمالك وأن أنا هاخد سكة الزمالك وأنا مش هيحصل الكلام ده ده أنت كده واخد سكة السلامة يعني أنت كده واخد سكة الزمالك قلبا وقالبا وأعتقد اللي قدمناه بيتنافى تماما مع تصريحك ده أن أنا هكون في حال التوازن لا عزيزي أحمد حسام ميدو أنت لست في حال التوازن أنت ما بقيتش قادر تفصل المشجع عن الإعلامي